إلى ذلك أعدى الاتحاد الرياضي للأمن العام برنامجا متكاملا تضمن المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات والألعاب الرياضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية تنفيذا لتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بتخصيص يوم السابع من فبراير باعتباره يوما رياضيا وطنيا وتفعينا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تعمل وزارة الداخلية على تفعيلها في مختلف المناسبات شاركت الوزارة صباح اليوم ومن خلال عدد من إداراتها في الأنشطة والفعاليات التي تم إطلاقها بتوجيهات من معالي وزير الداخلية ومتبعة حثيثة من سعادة رئيس الأمن العام وبهذه المناسبة عدى الاتحاد الرياضي للأمن العام برنامجا متكاملا تضمن المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات والألعاب الرياضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية وفي هذا الإطار نظمت الأكاديمية الملكية للشرطة فعالية الضاحية مسافة ثلاثة كيلومترات ومسابقة فك وتركيب ومحاضرة عن الرياضة والسمنة ونضم معسكر الحراسات فعالية كرة الطائرة ومعسكر التدريب بالمحرق فعالية خماسيات كرة القدم فيما قام مركز رعاية الأحداث لشرطة النسائية بتنظيم فعالية خماسيات كرة القدم ومحاضرات تثقيفية كما نظم نار الضباط فعالية ثلاثة كيلومترات مشي وتمارين سويدية ومسابقة بولينغ وكرة القدم كانت الفعالية رياضية متميزة اشتملت على عديد من الانشطة الرياضية ابتدئنا فيها تمارين لحماء خذنا جولة على محيط النادي الخارجي تقريباً مسافة ثلاثة كيلو عدنا إلى النادي مرة ثانية توجهنا للصارة الرياضية كان في بعض الألعاب الرياضية كمسابقة الطائرة كرة الطائرة تنس الطاولة مسابقة شد الحبل مسابقة التحمل في الضغط والبطن مسابقة الجاري والتتابع وكان فيه افطار خفيف صحي طبعاً حق الموظفين الحمد لله الفعالية جداً كانت متميزة مشاركة عدد كبير موظفيننا ولغة استحسان الجميع طبعاً اليوم الرياضي هذه شيء من جانب الرياضي شيء ويدزين بالنسبة حق الموظفين البحرينين بالنسبة لي أنك اللاعب الرياضي لكن في بعض الموظفين عندنا يمكن ما يمارسون الرياضة هذه شيء ويدزين بالنسبة حق جسم الإنسان في الرياضة إن شاء الله نتمنى التكرر هذه الفعالية أمرار مرات ثانية حق الجماعة يستفيدون منها وتجسيدنا لأهداف الاحتفاء باليوم الرياضي الوطني أقامت شؤون الجمارك فعالية المشي لكافة موظفيها وكانت الانطلاقة من مبنى شؤون الجمارك حتى الإشارة الضوئية لشارع الشيخ خليفة بن سلمان بمشاركة كلا الجنسين من شؤون الجمارك وفي سياق متصل أقامت محافظة العاصمة بمناسبة يوم البحرين الرياضي فعالية جماهيرية تضمنت جملة من الرياضات المختلفة مثل رياضة المشي، كرة القدم، كرة السلة وكرة الطائرة والفحوصات الطبية لجميع الفئات العمرية من الجنسين وذلك لتحقيق ما يهدف إليه هذا اليوم رياضيا وصحيا واجتماعيا وبما يعزز مفهوم الرياضة والصحة ويحقق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع الهدف الرئيسي هو إشاعة النمط الصحي للحياة عن طريق ممارسة الرياضة والفحص الدوري وكذلك الغذاء الصحي كما أقامت المحافظة الشمالية سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة يوم البحرين الرياضي اليوم جسدنا يوم رياضي بامتياز أدخلنا عليه الترفيه أدخلنا عليه السلوك الصحي الماطسلوك الصحية الإرشاد التوعية التوجيه فإن شاء الله الله يقدرنا أن القدم الأيام تكون أفضل